النهاردة مجلس الأمن الدولي هيعقد أول جلسة من نحة تتضمن حرب كبيرة جدا في مواجهة الزكاء الاصطناعي لأول مرة العالم يتحرك في مواجهة قدرات الزكاء الاصطناعي اللي دقت الكثير من دول العالم جرس الإنظار بخصوصه وكنا في قناة مصر أول من أجرى حوار مطول حوار صحفي كبير جدا مع نظام الزكاء الاصطناعي اللي هو شات جي بيتين وطبعا كنا أجرينا هذا الحوار إلى درجة أن الزكاء الاصطناعي اللي هو شات جي بيتين كشف الصطر عن أنه هو ممكن يدمر قدرات البشر ويخرب الكون كله بلا استثناء ويخرب الكرة الأرضية وحضراتكم هتلاقوا تفاصيل الحلقة دي في الروابط أو في صندوق الوصف طبعا جلسة مجلس الأمن الدولي تعتبر هي الأولى من نحة وتفاصيلها كتيرة جدا تعالوا بينا نشوف تطورات الموقف بهذا الخصوص في الحلقة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مس كلنا تابعنا طبعا تطورات الموقف بخصوص الزكاء الاصطناعي أو روبوت الزكاء الاصطناعي لهو شات جي بيتين لما تم إطلاقه وإحنا كنا أجرينا حوار معاه وقلنا إن فيه تخوفات بشرية إنك تتطور قدراتك بشكل كبير جدا وبشكل خطير إلى درجة إنك تمن الممكن إنك تتقود الكرة الأرضية بدلا من البشر وبالتالي تقدر إنك تتحارب البشر إلا أن شات جي بيتين رد علينا وقال لا يا جماعة أنا بتطور قدراتك صحيح لكن أنا مش المسائل مش هتوصل إلى درجة إننا ممكن أدمر الكرة الأرضية فأجرينا معاه الحوار وحضراتكم هتشوفوا آه الحلقة كاملة والرابط بتاحها في صندوق الوصف تتطلع عليها زكاء الاصطناعي بيتميز عن البرامج الحاسوبية بإيه إنك أنت بتحط أساس البرنامج ده وتسيبه هو كل ثانية بتمر بيتطور قدراته بنفسه يعني بدون تدخل البشر النتيجة هناك تخوفات من الكثير من دول العالم إن القدرات دي تتجاوز حدود البشر إلى درجة من الممكن إن هو يخوض حروب شرسة جدا في مواجهة البشر ده باعتبار إن هو شايف إن البشر أصبحه خطر على الكرة الأرضية شوفتوا حضراتكم سلسلة أبلام الترمونيتور الجزء الأول والثاني والثالث وإزاي أساسا منظومة سكاي نت بدأت تحارب البشر نفسهم باعتبار إن البشر تحولوا إلى كرسة فوق كوكب الأرض وبالتالي قررت التخلص منهم بناء على قدراتها الإلكترونية هذه نفس المسألة بالضبط أو زي فيلم آيروبت بتاعه السميس إني الروبوتات قررت تتمرد على البشر اللي المفترض جدلا إن الروبوتات دي تطحهم الزكاء الاصطناعي تم إطلاقه بشكل عملي أقل من سنة يعني من حوالي أقل من سنة بالضبط تم إطلاق شات جي بي تي بعده مباشرة بدأت الشركات الكبرى تتنافس في ذلك وبدأت تطلق المشروعات بتاعة الزكاء الاصطناعي بتاعتها إلى درجة أن رجل الأعمال إيلون ماسك اللي هو الشهير جدا بتاع سبيس إكس بالإضافة إلى المشروعات الفضائية والمشروعات التكنولوجية العملاقة أعلن أنه هو أسس شركة في مجال الزكاء الاصطناعي ودخل بقوة شركة ميكروسوفت دخلت بقوة شركات كتيرة جدا دخلت بقوة النتيجة البشر بدأوا يدقوا أجراس الخطر الشهر اللي فات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوترش أيد اقتراح قدموا بعض المديرين التنفيذيين في مجال الزكاء الاصطناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للزكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الزرية طبعا حضراتكم النهاردة مجلس الأمن الدولي هيعقد أول نقاش رسمي بشأن الزكاء الاصطناعي في مدينة نيويورك المناقشات حوالين تأثير الزكاء الاصطناعي على السلامة والأمن العام في العالم معروف أن بريطانيا بتتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشاردة وبتسعى طبعا إلى دور قيادة عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الزكاء الاصطناعي ووزير الخارجية البريطاني جيمس كيفرلي هيترقص النقاش النهاردة طبعا في هيئة للرقابة على الإرهاب في بريطانيا حذرت من أن الزكاء الاصطناعي بيشكل تهديد للأمن القومي البريطاني المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب في بريطانيا جونسون هول كيسي قال أن التهديد اللي بيشكله الزكاء الاصطناعي على الأمن القومي البريطاني بات أكثر وضوحا من أي وقت مضى وقال أن التكنولوجيا دية ينبغي تصميمها مع أخذ نوايا الإرهابيين في الاعتبار إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي الشهير أطلق تصريح له بالأمس توقع في التصريح ده أن خلال ست سنوات هيصل الزكاء الاصطناعي لمستوى الزكاء البشري العام ومن ثم هيقفز في مرحلة تالية على كل الزكاء البشري يعني البشر في الحالة دية مش هيقدروا يسيطره أو يضاهوا الزكاء بتاع الزكاء الاصطناعي نفسه وكان أعلن طبعا عن إنشاء شركة في مجال الزكاء الاصطناعي بهدف إدراك طبيعة الكون بأفضل شكل ممكن دي تطورات الأوضاع بتاعت النهار ده فقط لغير لما احنا كنا جينا في مجال الزكاء الاصطناعي وبدأنا نجري الحوار معاه طبعا هو استنوا حضراتكم لما نتحط الإعلان ده أعلن في قناة مصر بقى يعني خلوني بس أجيب الحوار اللي تم إجراؤه مع شات جي بي تي وده كان يعتبر يا جماعة بمثابة أول حوار صحفي من نوعه يعني إحنا كنا طلبنا منه إنه هو يصمم لنا حلقة كاملة أو مصرحية أو بعض الأميات مع هذا البرنامج طبعا عمل ده كله البعض يقول عنك إنك انت خطر على البشر ما رأيك في هذا الكلام ده السؤال اللي أنا وجهته لشات جي بي تي رد علي وقال لي إيه كوني برنامج حاسوبي فأنا لا أملك القدرة على التأثير أو الخطر على البشر ماديا أو معنويا أنا أساسا ملتزم بمجموعة من القوانين اللي أنا ملتزم بيها أي أسئلة أخرى وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أنا قلت له طب هل يطر لو إني انت اخترقت منظومة القوانين دي أنا مش عارف طبعا أجيب لحضراتكم الحاجات بالتفصيل أنتوا حضراتكم تقدروا ترجعوا للمسألة دي يعني من ضمن خصائص أنك تكون تقوم بتطور قدراتك ومعلوماتك بصفة مستمرة فإلى أي مدى يمكنك ذلك اللي مدى بعيد جدا وأقدر أن أنا أتفوق على الزكاء كله فأنا بسأله ماذا لو طلب منك أحد المستخدمين خطة لصرقة بنك من البنوك أنا بلتزم بمجموعة من القيم الكبرى فأنا قلت له طيب لو أن فيه إحدى الشركات أساسا تجاوزت كل ذلك معاك يعني ما حطتش ليك منظومة قيم يعني أهو ماذا لو قامت إحدى الشركات بوضع نظام للروبوتات التي تستخدم الزكاء الاصطناعي بحيث تتجاوز هذه النظم القيم والأخلاق والقوانين فرد علي وقال في الحالة دي هيحصل الضمار وهقدر أننا أدمر وأخرب بشكل غير عادي حضرتكم تقدروا ترجعوا للحلقة دية كاملة عشان بس ما نكررش الكلام مرة أخرى مجلس الأمن يعقد أول محادثات بشأن مخاطر الزكاء الاصطناعي إيلون ماسك الزكاء الاصطناعي سيضاهي زكاء البشر في عشرين تسعة وعشرين مجلس الأمن يعقد أولى محادثات بتاعته حوالين مخاطر الزكاء الاصطناعي ثم طبعا التفاصيل كاملة حضرتكم هتلاقوها في حلقة مستقلة في ذاتها اللي احنا تركنا لحضرتكم الروابط بتاعتها زي ما قلت لكم عشان ما نكررش الكلام مرة تانية لأن أنا شايف أن الحوار اللي احنا أجرناه مع شات جي بي تي اعتبر أخطر الحوارات الصحفية اللي تم إجراءها مع الزكاء الاصطناعي لأن كان الاعتبر الحوار متكامل وإحنا أجرناه في وقت ما كانت بدأت شركات الزكاء الاصطناعي تضع شروط على إجراء الحوارات مع الزكاء الاصطناعي الحوار كان مفتوح جدا وأجرنا مع حوار استغرق مثلا حوالي 3 ساعات كاملة حاليا شركات الزكاء الاصطناعي وضعت شروط أنك إنت ما تقدرش أنك إنت تطرح أكتر من 4-5 أسئلة على منظومة الزكاء الاصطناعي وبالتالي ادينا الفرصة في أن إحنا نتبحر معاه لدرجة أن إحنا ورطناه في إجابات وخلناه يكشف السطار عن الأخطار المحطقة بالبشر في حالة تطوير هذه القدرات بشكل غير عادي طبعا مجلس الأمن الدولي يعتبر أول جلسة هيعقدها لمناقشة هذا النوع من الخطر اللي بيواجه العالم وفي ذات الوقت إحنا هنتابع مع حضراتكم نتائج الجلسة أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر